موسيقى من الأثير يبرر يقول وإنما فعل ذلك لأن الناس كافة خاف الفرنج وأشرف الإسلام وجميع أهله وبلاده على خطة خسف في شرق الأرض وغربها على خطة خسف في شرق الأرض وغربها ما هي الخطة ما هو الذي وقع على الناس لماذا لا يستطيع الناس حماية المسجد البيت المقدس البيت المقدس البيت المقدس الحرام البيت الحرام المقدس البيت المقدس يقول من هذه الفتن ومن الخسف يقول أقبل التتر من المشرق حتى وصلوا إلى نواحي العراق وأذربيجان وأران وغيرها على ما نذكره إن شاء الله تعالى وأقبل الفرنج من المغرب فملكوا مثل دمياط في الديار المصرية مع عدم الحصون المانع بها من الأعداء التفتوا جيدا الآن الكلام في أي سنة؟ الكلام في سنة ستمائة وأربعة عشر هجري التفت جيدا في سنة ستمائة وأربعة عشر هجري يتحدث ابن الأثير عن الفتن عن الخسف يتحدث عن التتر من المشرق حتى وصلوا إلى نواحي العراق هذا الحدث في سنة ستمائة وأربعة عشر وسقوط بغداد في سنة ستمائة وستة وخمسين يعني أكثر من أربعين عاما وأبن الأثير يعلم وذكر أن التتر قد وصلوا إلى نواحي العراق الآن بعد أكثر من أربعين عاما سنرى حسب كلام التيمية وأبن تيمية وأمة التيمية ماذا سيقولون عن الخليفة العباسي؟ التفت جيدا بعد أكثر من أربعين عاما سنرى هل أن الخليفة العباسي يعلم بما حصل على الإسلام وبلاد الإسلام منذ أكثر من أربعين عاما أو أن شيخ التيمية وأمة التيمية سيبررون بتبريرات تافهة سفيهة غبية بادعاء أن الخليفة لا يعلم بالتتر ولا بجيوش التتر ولا بخطورة جيوش التتر ولا بما حصل من التتر على بلاد الإسلام وعلى المسلمين ولا يعلم بوصول التتر إلى بغداد حتى تفاجأ بأنهم أحاطوا ببغداد أو بالبلات أو القصر السلطوي الذي يسكنه الخليفة سنرى من هذه الخزعبلات والأساطير الخرافية التيمية إذن هذه ضعوها في أذهانكم أيضا أقول كلام غير تام جدا لأننا ذكرنا لكم في مور السابق عن ابن أثير وهو قد تحدث عن الموانع الطبيعية والاصطناعية التي تتمتع بها دمياط لكنها خيانة وهزيمة جيش العادل وأولاده وقادتهم كان سبب الهزيمة مع ذكره لا ننسى هذا مع ذكره أي ذكر ابن الأثير مع ذكر ابن الأثير أن أهل دمياط كانوا قد قاوموا الفرنج وصمدوا كثيرا وهم بدون أي ذخيرة ولا استعداد عسكري ولا وجود لعسكر عندهم ولا قيادة عسكرية ومع هذا سمدوا لأشهر ولم يأتي إليهم أي بدد ولا أي نصر من العادل وأبنائه وسلطانه وحكومته ودولته